السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي في القناة كانت تمنى تكونوا بخيروا على اخيروا في احسن الاحوال اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو بغيت نشارك معكم واحد جوج الوصفات لكي يأتيوا سهلين وبساطين بالنسبة الوصفة الاولى وهي الطاجين للحوت بالفول والجلبانة بالنسبة للسلطة المرافقة وهي سلطة طماطم بالارس اذا بسم الله نبدأ بالنسبة له الطاجين سنحتاج فيه كيلو الحوت يعني السمك اخترت هذا النوع السمك اسمه الباجو يمكن لكم اختاروا اي نوع اربعة دوائر ليمون جوج طماطم مقطعة دوائر واحد البصلة صغيرة الثوم خضرة هذه الثومة خضرة حيث كان وقتها كمية فولتري واحد جلبانة طرية بازيلة طرية زيت الزيتون باش نطيف فيها الطاجين جوج ملاعق كبار من عصير الليمون يعني عصير الحامض جوج ملاعق كبار من قصبر المعدنوس جوج حمراء حمراء الكيمون كامون الفلف الحار السودانية الملح حسب الضوك القصبر اليابس القصبر النشفة هذا هو المقادر ان شاء الله طريقة تحضير خضيت البصل وقطعته دوائر ونضعه مباشرة في الطاجين ونضع له الطماطم مقطعة دوائر هذا الطماطم نضيف الفول الطري هذا الفول ليس مجمد هذا طري كان وقتهم والجلبانة هي طرية مخصولين نقطع ثومة الخضراء نقطعها السكين ونضعها فوق الجلبانة والفول ونسبة ل هذه جهة السفلية الطماطم نقطع دوائر ونضع فوق الطاجين ونضع التوابل أو العطرية وضعت جميع العطرية في الإناء ونضيف القزبور والمعدنوس يعني القزبورة والبقدونس والعصير الليمون وزيت الزيتون ونخلط مزيان نضيف تقريبا عندي ثلاثة ملعة الماء هذا هو الماء الذي نضيف الطاجين لا نضيف ماء آخر سوف نأخذ السمك أو الحوت ونفلح أو شقوق لتدخل فيها العطرية سوف ندخل فيها العطرية ندخل الحوت ونضع في الطاجين مباشرة وضعتهم بهذه الطريقة كيف لا يمكن لكم توضعهم بالطريقة التي أردتها سوف نستفهم بهذا الشكل ونأخذ الليمون ونضع فوق السمك وفي المرحلة الأخيرة نضع فلفلات الحرات ونضع متبقالية من الشرمولة سوف نضع فوق السمك وفوق الطاجين سوف نشعل النار وتكون النار مهيلة ونغطيه ونخليه طيب من بعد ما فاتت أو من بعد ما فاتت 11 دقائق سوف نأخذ قليلا ونضع فوق السمك فوق السمك ونغطيه ونضع ونضع السلطة المرافقة هنا واحد زلافة روز البيض خصلته وصلقته في الماء مملح واحد زلافة عمراء أربعة حبات طماطم الجوش ملعقة كبيرة من المعدنوس كذبرة و البقدونس ملعقة صغيرة من زبدة من أحسن تكون زبدة يوانية واحد الفص تومة وقليل من الفلفل أسود يعني الإبزار الملح التي أحسر بالضوء ونبعد الحبات من الزيتون أسود لتزيين نبعد لتحضير المقلات سأضف هذه الزبدة كما كانت زبدة حيوانية لكي تعدى مدقرة في الأرز وعند نار يعني مهيلة ندوب الزبدة ونضيف الفستيل ثومة ونضيف بصغيرة بصغيرة نحرك ونضيف ملعقة القصبور والمعدنوس يعني القصبورة والبقدونس ونحرك واحد شوية نضيف الفلفل الأسود والملح يعني اللي بزار والملحة ونضيف واحد الكيمية ديال الاروز اللي عندي مسلوق نحرك واحد شوية من بعد نضيف الكيمية الثانية يعني نضيف بالتدريج لا نضيف شيء دفعة واحدة من بعد ما تقلالي الاروز نحيده فوق النار ونضيفه جانبا هنا تماطم تماطم كبيرة قطعته إلى نصفين والتماطم صغيرة غير رأس من فوق سأخذ هذا تماطم صغيرة ونحاول نفرغ من الداخل يعني نخويها من الداخل باش نعمره بالاروز والطريقة ديال باش نخويها يعني سهلة بالاول كن كنفرغها بالسكين ونبعد كنضخل فيها واحد ملعقة صغيرة ونبدأ نخرج منها الزرعة واللوب ديالها نفس الشي بنسبة الطماطم كبيرة حتى هي حيث لها الواسط ديالها وننقيها مزيان ونستمر حتى ننسى لها الكيمية الطماطم مزيان ودك الواسط الطماطم سوف نحضر به واحد صلاطة مغربية الطماطم والبصل يعني البصلة والمطيشة سوف نرش عليهم ملحة ونبدأ نحشيها أو نعمرها بالراوز اللي عندي محضر من قبل نعمرها ونبدأ نضغط بش نعمر جميع الجوانب ديال الطماطم هدي بنسبة الطماطم صغيرة نفس الشي بنسبة الطماطم اللي قطعت الى نصفين تهي نعمرها بديك الاروز اللي قليتهم مع التوابل هات السلطة كتجي سهلة وبسيطة وغنية دا بغدي نضعهم فى الطبق كيف ما كتشوفوا انا ديك الطماطم مع البصل نعمرها واحد الاناء في الوسط ودورت عليها الطماطم اللي عندي محشية بالاروز اذا اذا تعملوا المحشية بالاروز دخلوا واحد في الفران عندكم الاختيار يمكنكم دخلوا الفران واحد شوية محشية يعني فضلت تبقى خضرة هنا كنزين بوحد شوية بوحد غير خفيف طماطم طماطم صغيرة مع الزيتون الأسود بالنسبة الطماطم صغيرة كما تشوفها انا اردت غطاء انا كنعطيه لغير واحد خفيف هذه السلطة والطاجن لا يأخذ الوقت كثير يطيب يوجد بسيط وسهل وغاني كنت مننا يعجبكم اذا تدخلوا واحد شوية الفران يتحمل شوية من فوق انا خليطوا بدون فرن طيب فوق النار وهذه منسبة السلطة سهلة وبسيطة كنت مني اعجبكم وفي امان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا 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 شكرا